طيب الحقيقة عايزة أسألك برضو هل توقعت النتيجة دي توقعت أن ريال مادريد يفوز ب3 ل1؟ لا الحقيقة أنا كنت متوقع أن ليفر بول هو كمان الآرب للمكسب للأسباب اللي قلتها لحضرتك أن أنت بتلعب على فريق من غير خط تفيعه أنت خارج كليفر بول من فوز كبير على أرسنال بسلاسية المفترض تكون وصلت للهارموني بتاعك بتاع خط اللجوم جو تراجع وكان هو النجم الأول لمنتخب البرتغال في تصفيات كاس العالم أحرص كل المباريات وتقلق حتى وظهر أكتر من كريستانو رونالدو محمد صلاح راجع مع منتخب مصر وكان متقلق وقدم أداء حتى نفسيا وكل شيء كان متاح أن أنت تعمل جيم كبير على ريا المادريد زي ده الظروف اللي تكلمنا فيها لكن التعامل الفني فرق يعني التعامل زيدان ده ما كانش يوم يرجي كلوب على الإطلاق ما كانش يوم بعض اللاعبين على رأسهم نبي كايتا والمظلوم مع أليكسندر أرنولد طبعا بين الدفاع كاباك وفيليبس برضو كانوا الحياء سيئين جدا على مستوى التمركز وعلى مستوى التفاهم ما بينهم لكن كمان كان فيه في ريال مادريد فينيسيس جونيور اللي ظهر مبارح بشخصية اللعب الجماهير لريال مادريد كان من زمان مستنى يظهر بهذه الشخصية شخصية اللعب اللي تقدر يتعتمد عليه اللعب الناضج مش مجرد ناشئ بينزل يراوغ ويلعب بشكل فني لأ مبارح كان بيلعب بشكل يعني عارف عنده تارجت بينفزه مش مجرد أنه نازل يستعرض الكرة لما استلامها مثلا كورة الجون الأول عارف إزاي أنه هيستلمها ويدخل على جواب بعدين يسدد مباشرة ما كانش مركز أكتر في أنه يعمل الفينش وكذلك في الهدف التاني اللي أحرزه فبالتالي هذه المظلومة طبعا ما ننساش دور كبير والمهم والرائع لتوني كروس توني كروس كان واحد من أهم محاور لعب زين الدين زيدان مبارح واعتمد عليه في تمريرات طويلة اللي برضو هنتكلم عنها في الحالات الفنية وهنقول إزاي أن اللعبة البسيطة دي اللي لعب عليها ليفر بول طبعا دي طبعا هو أحرز هدفين مبارح لعب 85 دقيقة وأحرز هدفين فرصه على المرمى كانت ثلاثة وقدر أنه يجيب هدفين نسبة عالية جدا يعني النسبة عالية جدا مش دي نسبة فينيسيس جونيور من ساعة انضمامه الريال مدريد زي ما قلتلك هو تقمص شخصية مختلفة عنه مبارح كمان التصويبات أربعة على المرمى اتنين منهم والتمديرات الصحيحة نسبتها 83% طبعا هو زي ما قلتلك فينيسيس جونيور يعتبر هو رجل ريال مدريد ورجل المبارح خليني أقول لك فينيسيس مبارح كنت بتقول حسنا رونالدو في الملعب ده حقيقي وعايزة برضو أسأل حضرتك يا دكتور أنه كتير قوي كان عنده مشكلة في الفنش الأخير بقاله فترة وكنت بتكلم أنه فيه انتقادات كتير كانت للولد ده عنده 20 سنة لسه صغير جدا ومع ذلك مبارح يعني ما أجمل أن تكون بداياتك كده قدام ليبرفول عملاق إنجلترا وتظهر بشكل ده وتجيب الأهداف دي ويرجع الفضل أعتقد لزيدان أنه بعد انتقادات كتير ما كانش بيتأثر وبرضو كان بيدي له فرصة وشايف أنه هو تدريجيا هيتحسن كيف أصعب حاجة في الدنيا وخلينا نتكلم عن الكرة تحديدا أن أنت تغيري من تاليتي شخص يعني فكرة أن لعب كرة قدم عنده 20 سنة وبيلعب من مراحل النشئين في البرازيل وبعدين حتى بعد انضمام الريال مدريك كان ليه تصريحات أنا قارتها أنه بيسعد وبيفرح أكتر لما بيرقص أو بيقادم شكل فني أكتر ما بيجيب أهداف تخلي هذه العقلية اللي مش هكون مجدية لفريق بطولات بحجم الريال مدريد أنت في الآخر جاي النادي علشان تكسبني علشان أعتمد عليك فهذا الشكل كان بيلاقي انتقادات من جمهي الريال مدريد نفسها قبل حتى النقاط زيدان قدر يحول هذه العقلية إلى لاعب عارف بالضبط إمتى يتحرك على المرمى وإمتى يسدد على المرمى وعارف بالضبط إمتى يراوغ وإمتى يمرر أعتقد أن مبارات مبارح هي البداية الحقيقية لفينيسيو جونيور مع ريال مدريد لأنه في مبارات بيرة أنت تكون سبب الفوز مش بس بالهدفين اللي جابهم لكن حتى بطريقة التحركات نحن بنتكلم عن التمريرات والصحيح هنثبتها كمان 83% طبعا ما هي دي الفكرة هو بس ما اعتمدش عليه كلاعب فينشر لا هو مبارح فينيسيو جونيور كان بيلعب جناح شمال وكان رأس الحربة اللي جوه المنته هو كريم بن زيما فالتريك اللي كان بيعملها زيني الدين زيدان هو عمل خدايتين في يورجين كلوب خدايتين فنيتين أول حاجة كان مركز في بداية المباراة كل التمريرات من الجانب اليمين الدفاعي بتاعه من عند فاسكيز وأسينسيو أنه يلعب التمريرات لميندي اللي هو الظاهير الأيصر هو كان مركز نازل عايز يختارك الجبهة ليمين بتاعة ليفربول هو خلاص هو مركز فيها فكانت كل تمريراته على مندي في الوقت اللي كانت الكورة بتنزل على مندي كان أليكسندر أرنولد كان واخد المان على فينيسيو جونيور كان مركز عليه فأكتر من كورة كانت بتروح لميندي وبيختارك فيها وبيشاكل فيها طبعا في الوقت ده كان المفروض نبي كايتا هو اللي يكون موجود ينسانة أليكسندر أرنولد عشان يبقوا اتنين على الاقل ضد اتنين ده ما كانش بيحصل فأليكسندر أرنولد كان بيلاقي نفسه قدام اتنين لعيبة فكورة بكورة بكورة بدأ أليكسندر أرنولد ياخد القرار أنه يسيب فينيسيو جونيور ويروح يقفل على مندي فبالتالي فينيسيو جونيور ساعتها استلم وأحرز الهدف العقل دي إحسائيات مباراة ليفربول وريال مدريد زي ما حضرتك شايف كده الأهداف تلاتة ريال مدريد طبعا ليفربول واحد الاستحواز 53% لليفربول و47% لريال مدريد معظم الاستحواز ده كان في الشوت التاني هو ريال مدريد كان عنده استحواز يمكن أعلى شوية في الشوت الأول ووصل به للنتيجة اللي هو عايزه يعني هو اللي هو عايزه أحرز الهدفين وبعدين بدأ هو بقى اللي يرجع خطوطين في الشوت التاني ويسيب الكورة شوية لليفربول ويعتمد على الهجمات المرتدة استقبل هدف لكن كمان أحرز هدف فرص ليفربول على المرمى أربعة ومنهم قدر يجيب بس هدف واحد لمحمد صلاح وخمسة بالنسبة لريال مدريد وكان منهم ثلاث أهداف طبعا عايز أقولك بمناسبة الفرص يعني فيه رقم كاريسي مبارح عملوا ليفربول انه الشوت الأول مالوش أي فرصة ولا تزديد على المرمى صفر وده رقم سلبي مع مالوش ليفربول من 2014 وبالصدفة يعني ان كان ساعتها برضو كان بيلاها بريال مدريد على سانتياجو برنابيو فده دي قد ايه كان الشكل كاريسي في الشوت الأول ده اللي خلى مثلا يرجي القلوب يعمل التبديل قبل حتى نهاية الشوت يعني قبل نهاية الشوت ب3-4 دقايق خرج على طول نبي كايتا ونزل تياجو ألكنتار علشان فعلا كان الوضع كاريسي وكان ممكن لو كان ساب نبي كايتا شوية أكتر كان ممكن الشوت الأول يخلص 3-0 وممكن لو كان اتأخر في الشوت الثاني في التبديل كان ممكن نشوف نتيجة كاريسية على ليفر بول كمان يا دكتور التمريرات الصحيحة نسبتها 88% بالنسبة لليفر بول و85% بالنسبة لريال مدريد لو جيت تحللي التمريرات الصحيحة بتاعت ليفر بول هتلاقي كلها يأم تمريرات عرضية أو صيارة يأم تمريرات للخلف في المقابل كانت المخطرة عند ريال مدريد أعلى ممكن تكون النسبة أقل شوية لكن كان كل تمريراتهم أمامية وتمريرات طولية فبالتالي الرقم ده ممكن يديك انطباعة أن ليفر بول كان مركز لكن على العكس ريال مدريد هو اللي كان مركز جميل أكتر التصويبات على المرمى يعني شايف أن ليفر بول إحصائيته إيه طبعا ما يعني لما تسددي سبع كرات كلهم على فكرة في الشوت التالي برضو الشوت الأول هو ولاتها زديدة من ليفر بول على مرمى ريال مدريد كان غريب جدا بالزبط أنا كنت بقولك أنها مباراة تدريبية لريال مدريد كان الشكل غريب جدا كان الشكل غريب جدا ليفر بول مش نادي قليل والأسماء اللي في الملعب مش أسماء قليل عشان تظهر بهذا الشكل المخزي في شوت كامل وحتى بعد 10 دقيق من الشوت الثاني برضو رجع تاني لنفس الشكل الثاني